يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعة قناة الاهلي في كل مكان وحلقة جديدة من الترند حلقة اليوم كالعادة هتكون حلقة غاية في الاهمية عندنا اخبار عديدة بتتعلق بنادينا الحبيب النادي الاهلي قبل كل شيء وبكل تأكيد عندنا بعض الاخبار المتنوعة سواء على الساحة الرياضية المحلية او ايضا العالمية وتفاصيل كتير جدا على مدار حلقة اليوم لكن افراح الاهلي وجمهوره لسه مستمرة بعد تحقيق السلاسية التاريخية فبالتالي احنا في انتظار رسائل حضراتكم اللي حابين توجهوها لأي حد في منظومة النادي الاهلي من خلال صفحات قناة الاهلي المختلفة على سوشيال ميديا فيسبوك تويتر وانستجرام اللي نفسك تقوله ابعثه واحنا هنعرضه في الجزء الاخير من حلقة اليوم من الترند لكن البداية دايما بتكون بأهم العنوية نشوف في ترند الاهلي الفريق الاول يبدأ استعداداته غدا للدور الجديد لسه مع ترند الاهلي الاهلي يتصدر تصنيف اندية افراكيا اما في الترند العالمي صلاح يتفوق على رونالد طيب بعد الفصل هيكون عندي تفاصيل مهمة جدا بالتحديد فيما يتعلق بلايحة لاجنة المسابقات وبعض البنود الهامة قوي قوي اللي احنتكلم فيها ونوضحها لحضراتكم عشان قبل ما الموسم الجديد كده يبتدي نبقى عارفين ايه القصة هتبقى ماشية ازاي فيما يتعلق بأي ظروف طريقة قد تحدث خلال الموسم الجديد ان شاء الله ما يبقاش موسم استثناء جديد وان شاء الله الامور تمشي بالشكل المطلوب والمناسب بعد الفصل كل التفاصيل استنونا طيب عايزة ابتدي مع حضراتكم بخبر مهم جدا وهو بيتعلق بأحد نجوم النادي الأهلي وليد سليمان واللي كان بيعاني من أعراض فيروس كورونا خلال سبعين فاتوا وبالتالي غاب بسببهم عن نهاي دور أبطال أفريقيا وأيضا عن المباريات الحاسمة في بطولة كأس مصر خلص من حوالي عشر دقيق قبل دلوقتي وليد سليمان أعلن شفاءه من فيروس كورونا هو وأسرته بالكامل زوجته وابنه ألف حمد الله على السلامة ليهم واللعب بإذن الله حيكون متاح للمشاركة في التدريبات مع النادي الأهلي بداية من الغد ومن ثم بإذن الله يكون متاح للمشاركة في المباريات طبقا للرؤية الفنية الخاصة مستر بيتسو موسيماني حبينا أن نطمن كل جمهور النادي الأهلي لأن كان فيه ألأ كتير على وليد سليمان لعب مهم جدا وكان أبرز لعب النادي الأهلي عامضار السنوات السابقة كلها وكمان الموسم المنقضي طيب خلينا نتكلم مع حضراتكم عن أبرز بنود لايحة لجنة المسابقات وصلت لنا اللايحة كلها لكن احنا اخترنا البنود اللي كان عليها لغط على مدار الموسم اللي فات كله واللي كان فيه تساؤلات بخصوصها كتير جدا فبالتالي أنا هتكلم مع حضراتكم ومحارض لحضراتكم بند بند على الشاشة من أبرز البنود مش كل بنود اللايحة لأنها البنود كتير جدا لكن أهم وأبرز هذه البنود وأنا هبتدي بأول بند وهو اللي بيتعلق بحالة فوز فريق ببطولة الدوري وكاس مصر تقام مباراة كاس السوبر نحن عارفين دلوقتي أن السنة دي الأهلي حيلعب من في السوبر المصري الأهلي بطل الدوري وبطل الكاس تبقى للليحة اللي قبل دي قبل ما تتعدل بتاعة لجنة المسابقات كان الأهلي حيقابل وصيف بطل الكاس في حالة أنه هو طبعا فاس بطولة كاس مصر فخلاص احنا هلعط لعجيش طيب الموسم الجديد إلا هيحصل لا أنت هتقابل وصيف بطولة الدوري في حالة أن أنت جمعت البطولتين برضو يعني الأهلي بإذن الله تعالى مثلا الموسم الجديد فاس بدوري وكاس هيلعب تاني الدوري مش تاني كاس مصر في حالة كمان اعتذار وصيف الدوري تقام المباراة بين بطل الدوري ووصيف الكاس حصلت قبل كده في أول بطولة أو تاني بطولة من كاس السوبر كان أعتقد أعتقد فيه فريق كان مش فاكر مش متذكر مين اللي كان اعتذر ولعب مكان وغازل محلة أمام الزمالك فبالتالي لو بطل وصيف الدوري اعتذر عن مشاركة في السوبر فبالتالي وصيف كاس مصر هو اللي هيشارك في السوبر ده طبقا لللايحة جديدة دي نقطة مهمة جدا طيب خلينا نروح ليه تقنية الفار تقنية الفار هيتم تطبيقها طبعا في جميع المباراة لكن ماذا لو حصل أي عطل فني في التقنية نفسها سواء قبل المباراة أو بعد المباراة إيه اللي هيحصل مباراة تتلعب ولا لأ هتتلعب بشكل طبيعي جدا من غير فار لو فيه أي مشكلة تقنية أو مشكلة فنية بخصوص الفار لا الأمور هتمشي مباراة تتلعب في موعدها بدون أي مشاكل هتتلعب من غير الفار هي المباراة دي اللي هتتلعب من غير الفار في حالة إن فيه مشكلة في موضوع الفار فدي برضو نقطة من ضمن النقاط المهمة جدا اللي ركز عليها لجنة المسابعات ركزت عليها بشكل كبير جدا في اتحاد المصر الكورت القادم طيب ماذا لو تعرض عدد كبير من اللعب إحدى الفرق المشاركة في مباراة مباراة الدورة اللي حالات من فيروس كورونا في حالة ظهور حالات إيجابية بين اللعبين بعد خضوع للفحص الخاص بفيروس كورونا لا يتم تأجيل أي مباراة لأي فريق إلا إذا إلا إذا إيه بقى تجاوز عدد المصابين من اللاعبين المقيادين فقامة الفريق الأول 16 لاعب يعني أنت دلوقتي عندك ماتش مثلا بكرا وتعاملت الفحصات الخاصة بكورونا وتلع عندك 16 لعيب عندهم كورونا ما يكش دعوا بقى بإيه بعضاء الجزء الفني أو الإداري ما يتحزبوش بتحزبوا بس اللعيبة تلع عندك 16 فالمباراة حتتأجل مش هتتلاعب طب لو عندك 15 لاعب لا مباراة تتلاعب عادي الحالة الوحيدة إن المباراة تتأجل فيها إن يبقى عندك 16 لاعب عنده كورونا لقدر الله بعد الشر عن الجميع يعني فدي برضو نقطة من النقاط المهمة جدا نروح للنقطة اللي بعديها تحديد مراكز الهبوط والمربع الزهبي في حالة تساوي النقاط يعني أنت دلوقتي متساوي في عدد النقاط فمثلا المربع الزهبي أو الهبوط أو بطل الدوري مثلا هتروح للمواجهات المباشرة مباشرة أول حاجة المواجهات المباشرة زي ما حضرتكم شايفين على الشاشة النقاط في المواجهات المباشرة يعني أكسبتك مطشة تعديلت معك مطشة تانية يبقى أنا خلاص كده أنا البطر طيب لو أنا كسبتك مطش وإنت كسبتني مطش في الزهاب والإياب هيبقى فارق الأهدف في المواجهات المباشرة يعني لو كسبتك مطش 3 واحد وإنت كسبتني مطش 3 اتنين فأنا كده اللي فايز واخد بالك معي دي برضو من النقاط المهمة طيب فارق الأهدف المسابقة لو إنت بقى كسبت مثلا إنت كسبت مطش 1 سفر وخسرت 1 سفر فهتروح لفارق الأهدف المسابقة مين جابك وان أكتر أو مين عنده بلص أهداف أكتر من الفريق الآخر عدد أهداف أكتر في الدوري بتتحسب إزاي الأهداف اللي إنت أحرصتها واستقبلتها بيتجمعوا على بعض وتشوف أنت الأهداف اللي بالنسبة لك أعلى إيه جبت عدد كم من الأهداف وتعمل مقارنة مع الفريق المتساوي معك في عدد النقاط طيب لو إنت متساويين برضو في فارق الأهداف حيبقى لحل إيه هتشوف الأكثر تسجيلا للأهداف المسابقة يعني اللي جاب عدد أهداف أكتر مش هتبص بقى إنت استقبلت كم هدف لا هتبص إنت جبت كم هدف اللي جاب أكتر حيكون هو إيه ليه الأولوية طيب في حالة التعادل في كل ما سبق حيبقى الحل إيه مباراة فاصلة على ملعب محايد ده أيضا أمر مهم جدا طيب بطل المسابقة يتسلم الفريق البطل درع المسابقة ويحتفظ به طوال الموسم التالي يفضل معاه ويلتزم بتسليمه بنفس حالته قبل أسبوعين من انتهاء المسابقة يعني أنت الأهل بطل الدوري حيبضل معاه الدرع بغاية لما موسم يخلص قبل ما موسم يخلص بأسبوعين حيسلم الدرع لإتحاد الكرة طيب كل فريق حيتسلم خمسين ميدالية ولا يحتسب اللقب إلا للاعب شارك فيه ثلاث مباراة لو حد لها بعلم ثلاث مباراة في بطول الدوري فاز بها فريقه ما يتحسبلوش بطولة الدوري طيب من ضمن كمان البنود المهمة جدا يلتزم كل نادي بتعيين منصق أعلامي واختار الاتحاد المصري لكرة القدم بهوياته قبل بداية الموسي وده أيضا أمر مهم لمنصق الإعلامي ببقى لي أدوار مهمة جدا سواء فيما يتعلق بالمؤتمرات الصحفية فيما يتعلق باللقاءات اللعبين بعد المباريات يلتزم كمان كل نادي بحضور المدير الفني المؤتمر الذي يتبع المباراة ولا يحق للنادي إرسال أي فرد من أفراد الجهاز الفني لينوب عنه إلا في حالة تعارض المدير الفني للإقاف أو طرد يعني المدير الفني لو طرد في المباراة فما يحضرش المؤتمر الصحفي فحيبقى فيه حد ينوب عنه وهو اللي يحضر لو المدير الفني أصلا موقوف المباراة دي فبالتالي حيكمه في المدرجات فبالتالي إن شينفع برضه يحضر المؤتمر الصحفي بعد المباراة اللي هو موقوف فيها ففي الحالة دي يحق المساعد حضور المؤتمر بالشكل طبيعي لكن فيما عدا ذلك يحضر المدير الفني وده إكبار يعني طيب في حالة عدم اكتمال المسابقة أو إلغاءها لظروف كهرية وده بقى نقطة مهمة جدا ليه؟ لأن إحنا الموسم اللي فات اتفاجئنا فيروس كورونا والجائحة دي وكان فيه مشاكل كتير جدا وكان فيه كلام إن المسابقة هتتلغي والكلام من ده طيب الحل كان حيبقى في الوقت ده وكان فيه لغاته والناس برأي كده والناس برأي آخر فإحنا أو بالتحديد اللجنة المسابقة في تحادم مصر كورت القدم ركزت على الجزئية دي بشكل كبير قالت لك لو لو المسابقة وقفت قبل لعب 153 مباراة من أصل 306 مباراة يعني الدوري كله 306 مباراة لو مسابقة وقفت عند المباراة 152 فخلاص الموسم ده كأنه ما تلعبش وحتلجأ لترتيب الموسم السابق اللي هو اللي قبل ما الموسم ده يبتدي اللي هو آخر موسم الجدوى الآخر موسم هو اللي هتلجأ طلغى نتائج جميع الفرق ويعتبر الموسم كأنه لم يكن ده لو انت لعبت المباراة أقل من نصف المباراة اللي هي بتاعت الدوري 306 طيب ويرسل لتحادر مصر لتحادر أفريكي نفس الفرق المشاركة في آخر نسخة إفريقية ده بالتالي يعني بعد انكضاء نصف المسابقة أي بعد إقامة 150 مباراة أو أكثر يعني انت خلاص لعبت 50% من المسابقة يعتمد آخر ترتيب يعني انت خلاص خلصت الدور الأول مثلا يعني والمسابقة اللي قدر الله وقفت لأي سبب من الأسباب القهرية هتعمل إيه يبقى نتائج المسابقة هتعتمد على آخر مباراة لعبت 50% فيما فوق تمام ويعتمد آخر ترتيب للفرق ووقت إلغاء المسابقة يحتسب البطل وفرق المربع الزهب وفرق الهبوط طبقا لجدوى الترتيب وقت إلغاء المسابقة ده أمر مهم جدا وتوضيح حام من لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم طيب تعالوا نروح بقى للمشاركات الأفريقية في حالة تحديد الاتحاد الأفريقي موعد إرسال أسماء الأندية بعد انتهاء بطولة الدوري وقبل انتهاء كاس مصر هتعمل إيه؟ يعني أنت خلصت بطولة الدوري الأول ولسه كاس مصر مخلص زي السنة دي مثلا يتم إرسال أصحاب المراكز الأولى من مسابقتات دوري طبقا لما يقروا الاتحاد الأفريقي من عدد الفرق المشاركة الاتحاد الأفريقي حيبعث لك يقول لك أنه دلوقتي لازم تقولي الفرق المشاركة في بطاطر الأفريقية سواء دوري أبطال الأفريقية أو كونفدراليه وكاس مصر عندك مخلص فأنا هاخد بقى من الفرق اللي في الدوري ده برضو من ضمن الأمور المهمة في حالة قبل انتهاء بطولة الدوري مع عدم حسم المقاعد المؤهلة يتم اعتماد جدول الترتيب على الوقت اللي أرسل فيه الاتحاد الأفريقي وأكبر فيه الاتحاد المصري أنه يرسله الأندية اللي تشارك في البطولات الأفريقية أنت دلوقتي نقص لك أربع أسابيع مثلا عن انتهاء بطولة الدوري والأهلي مثلا الأول الزمالك الثاني وليسه فيه جولات حسم لكن انت مجبر تبعث أسماء الفرق اللي تبقى مشاركة في البطولات الأفريقية تبقى للمواعيد المعينة فمش هتبص خالص الأربع الأسابيع اللي جايين دول هيحصل فيهم إيه لأ هتاخد الجدول قبل الأربع الأسابيع المتبقيين مثلا في دولة الدوري طبعا انت مجبر تبعث الاتحاد الأفريقي دي برضو من ضمن النقاط المهمة جدا اللي بيتكلم فيها لجنة المسابقات في الاتحاد المصري في حالة عدم تساوي الفرق في المباريات التي خادتها يتم الاحتكام إلى مبدأ الجدارة الرياضية والجزئية دي غاية في الأهمية وانا عايزة أوضحها لحضراتكم يعني ايه مبدأ الجدارة الرياضية اللي هو يتم تطبيق مبدأ الجدارة الرياضية عن طريق المعادلة التالية اللي هي ايه عدد النقاط التي حصدها كل فريق مقسوم على عدد المباريات التي خادها يعني انت لعبت مثلا عدد مباريات أقل نايس لك مثلا ماتش مؤجل وفيه فريق تاني والدوري خلاص هتلغي وفيه فريق تاني لعب أكتر منك فانت خلاص عديت 50% من المسابقة فهتعمل ايه؟ طبع الفريق ده ممكن لو كسب يعدي يبقى حتعمل مبدأ الجدارة الرياضية اللي هو عدد النقاط اللي انت حصدتها كفريق مقسومة على عدد المباريات اللي انت لعبتها وفي حال التساوي الفرق في النقاط بعد تطبيق الجدارة الرياضية تتم الاحتكام الى البندة الخاص بنظام الترتيب العام للجدور في الحقيقة نقاط كلها مهمة جدا ومجهود رائع من لجنة المسابقات بالاتحاد المصري علشان يلغو اي لغة ممكن يحصل خلال الفترة اللي جاي او الموسم الجديد ان شاء الله بإذن لما يكونش فيه اي مشاكل طيب في بعض برضو البندة البسيطة جدا لكن هي ايضا مهمة قال لك لا يحكي اشراك لعب عمره يكون اقل من 15 عام يسمح بجلوس عدد سبع افراد من الجهاز الفني والطبي والاداري على دكة البدلاء بما فيهم المترجم يعني سبع افراد بس من الجهاز الفني والطبي على دكة البدلاء ومعاهم كمان المترجم كلهم التوتل يبقى سبع افراد يحك تسجيل 9 بدلاء في قائمة المباراة يعني انت المباراة تخش قدي 11 و 9 يبقى معاك 20 لعيب القائمة بتاعتك ويحك لك كمان خمس تبديلات في كل مباراة نفس على غرار ما انتهى به الموسم الماضي بس الخمس تغيرات هيكونوا على 3 فترات ما بيتحسبش فيهم الفترة اللي هي ما بين الشوطين يحك للعب المعار شراك معنا دي المعار إليه ضد نديل أصلي المعار منه يعني انت دلوقتي طلعت لعيبة عارة من عندك مثلا كنادي أهلي ما يحقش لك ان انت تقولهم يا جماعة اللعيب ده أحده لكم عارة بس ما يلعبش ضدي لا يلعب لغوا الجزئية دي في لجنة المسابقات وشفناها في مطش الأهلي والتحاد في نصف نهاية كاس مصر وعمار حمدي دي معارم النادي الأهلي مدة مسامين ولعب قدام النادي الأهلي عادي وده بند جديد من البنود الموجودة فيه لاحة لجنة المسابقات طيب فيما يتعلق بيه الملعب ملعب المباراة يتم تغيير ملعب المباراة على حسب الظروف الأمنية أو الخطاب الأمني اللي ممكن يوصل لتحاد الكور يعني فيه مثلا رؤية أمنية بتغيير الملعب ده مش هينفع نلعب على الملعب ده جماعة نلعب في ملعب تانية هي دي الحالة الوحيدة اللي حيتم فيها نقل الملعب أو تغيير الملعب في حالة أخرى وهي على حسب رؤية لجنة المسابقات لو شايفين أن الملعب مثلا ده استاد برج العرب سي هو اللي حستضيف مثلا مطش أهلي وزمالك الملعب ده مش لائق فنيا إنه هو يستضيفها زي المبرارة فهنروح لملعب تاني دي أيضا حالة أخرى تقدر من خلالها أنه تتغير الملعب في الموسم الجديد طيب عموة نتمنى موسم يكون جيد وبإذن الله يكون الدوري رقم 43 بالنسبة لنادي الأهلي في موسم هيكون صعب جدا ومنافسة قوية مع فرق عديدة دعمت صفوفها بالشكل المميز في جزئية عايزة أختم بيها الموضوع ده وهي بتتعلق بتصريحات مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات الجديدة ومبرح كان في إحدى اللقاءات التلفزيونية مع أحد الزملاء الأعزاء الإعلاميين وكان بيتكلم على جزئية غاية في الأهمية وهو كان بيقترح بيقترح إن بعد كل مباراة يكون فيه مصفحة ما بين اللعبين ويبقى ده أمر إلزامي مش لازم كل اللعبين يصفحوا بعض لكن على الأقل 5-6 يسلم على بعد بعد المباراة كان نوع من أنواع نبذ التعصب ونوع من أنواع الروح الرياضية اللي بتكون مطلوبة جدا في أوقات زي دي نتمنى طبعا موسم يكون هادئ وملئ بالروح الرياضية واكتراح مميز جدا في الحقيقة من أستاذ مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات بالتحاد المصري لقرة القدم دي أبرز بنود لايحة لجنة المسابقات الجديدة للموسم الجديد وإن شاء الله نتمنى لهم يا رب بكل التوفيق ونتمنى أن نحن نشوف موسم جيد في بطولة الدوري المصري ما يكونش موسم استثنائي كمان على غرار آخر موسمين تحديدا كان صعبين جدا يعني هنروح لفاصل سريع بعد الفاصل نرجع نكمل وعندنا أرقام مهمة جدا لهواة الأرقام بتتعلق بالنادي الأهلي وبعد حصده للسلسية على مدار الموسم اللي فات هنتكلم فيها بالتفصيل بعد الفاصل اهلا بحضراتكم من جديد عايز أعرض على حضراتكم بعض الأرقام الخاصة بموسم النادي الأهلي السابق واللي حقق فيه سلسية تاريخية في الحياة وفيه ناس بتحب الأرقام بشكل كبير جدا فالحصاد الخاص بموسم النادي الأهلي كعدد مباريات وأهداف ونقاط حاجات كثير جدا حقولها لحضراتكم من خلال كمان الجدول اللي حتعرض على الشاشة دلوقتي عدد الفرق اللي واجهها النادي الأهلي لعب قدام كم فريق لعب قدام سبعة وعشرين فريق توتل المباريات كله خمسة وخمسين مباراة لعب سبعة وعشرين فريق قدر إنه هو يفوز في تلاتة واربعين مباراة تعادل في عشرة وخسارة في اتنين فقط اللي هو ما كان عمام النجم الساحلي والزمالك طيب أهداف مسجلة الأهلي أحرض كم هدف ما شاء الله مية وعشرين هدف في الموسم في كل البطولات اللي شارك فيها استقبل كم هدف عشرين هدف بس وده عدد يعني قليل جدا من الأهداف اللي تخش مرمى النادي الأهلي وده إن ده اللي يدل على قوة النادي الأهلي الدفاعية وقوة طبعا هراسة المرمى في الزل تواجد الشناوي كمان قوة خط هجوم النادي الأهلي حتى لو مش المهاجمين اللي بيحرزوا أهداف إنك تجيب مية وعشرين هدف بالتالي ده رقم جيد جدا عدد المباريات بدون تسجيل أهداف في خمس مطشاط بس الأهلي ما سجلش فيهم أهداف على مدار الموسم كله الألقاب المحققة الأهلي حقق ثلاث ألقاب دوري وكاس ودوري ألطال لأفريقيا خسر بس اللقب الوحيد المفقود هو لقب كاس السوبر المصري هدف الفريق وليد سليمان 14 هدف الأكثر صناعة الأهداف حسين الشحات 12 أسست أكثر اللعبين مشاركة محمد الشناوي من أصل 55 مباراة لعب 48 مباراة الحارس الأكثر تحقيقا للكلينشيت محمد الشناوي 31 مباراة من غير ما يستقبل أي هدف أكبر فوز للأهلي هذا الموسم كان 9-0 أمام فريق اطلع برة الجنوب سوداني وده كان في دوري 32 من بطولة دوري عبطال أفريقيا اللي بطالها النادي الأهلي أكبر هزيمة كانت 3-1 أمام الزمالك في الدوري الثاني من بطولة الدوري أكبر تعادل كان 1-1 وتقرر 6 مرات النتيجة الأكثر تكرارا للأهلي في حالة الفوز كانت 2-0 حصلت 11 مرة على مدار الموسم في الثلاث مسابقات رقلات الجزاء المحتسبة للأهلي 19 رقلة رقلات الجزاء المسجلة للأهلي من 19-14 يعني الأهلي أخفق في أحراز 5 ضربات جزاء رقلات الجزاء المحتسبة ضد الأهلي 4 والجميل جدا في القصة دي إن الأربعة ما دخلوش أو ما سجلوش في الشباك النادي الأهلي ده في الزل طبعا تقلق محمد الشناوي أحد أبرز أبطال النادي الأهلي هذا الموسم الأهلي خد حوالي 8 كروت حمراء على مدار الثلاث مسابقات دي أهم وأبرز الأرقام اللي بتتعلق بالنادي الأهلي في موسم ناجح جدا قدر النادي الأهلي إنه هو يسعد كل جماهيره من خلاله والفوز بدوري وكاس ودوري أبطال أفريقيا خلينا نروح بقى لتريند الأهلي وأبرز الأمور على السوشيال ميديا اللي بتتعلق به النادي الأهلي ونبتدي بيه اليوم السابع واللي بتقول إن الأهلي يتصدر تصنيف أندية أفريقيا والمركز 38 عالميا بفارق 115 مركزا عن نادي الزمالك وده أمر مهم جدا وده من خلال موقع فوتبول داتا بيز واللي قال إن الأهلي تصدر تصنيف قوامة الفرق الأفريقية والعربية واحتل المركز 38 عالميا ونفق الأحدث تصنيف برصيد 1722 نقطة في القائمة الذي يتصدرها يتصدرها طبعا بيرميونيخ الألماني حق السلسية التاريخية طبعا نادي الأهلي بعد ما توج بطلا لمسابقة الدوري ودوري أطال أفريقيا وكاس مصر خبر من ضمن الأخبار المهمة في الحقيقة يعني هو الأهلي بيتصدر طبعا تصنيف الأندية الأفريقية ده أمر كنا دايما متعودين عليه من نادي الأهلي إن شاء الله نتمنى الاستمرارية وده أمر مهم جدا خلينا نروح لسوبر كورة وحسابهم على فيسبوك وبيقولوا 60 ألف جنيل كل لاعب في الأهلي مكافأة التتويج بكأس مصر ده بيكون تبقى لللايحة لو فيه أي مضاعفات للمكافأت ده أمر بيرجع لإدارة الكورة في النادي الأهلي لكن كل الأمور دي بتبقى متفاتبة قبل انطلاق أي موسم خلينا نروح ليلا كورة ورئيس طبية الأهلي يكشف حالة وليد سليمان وبك مجاهزات ديانج تصريحات كمانا يعني ده قبل خبر يعتبر قديم شوية خلاص في أول حلقة أعلنت لحضراتكم شفاء وليد سليمان بعد ما أعلن لعب نفسه على حسابه على الإنستجرام أنه شفية تماما فيروس كورونا هو أسرته وقال في الحمد للعسامة وليد سليمان لسه بيكون ما تمش أهانا عن شفاءه إن شاء الله يشفى في القريب العجل ديانج خلاص أصبح جاهز المشاركة في التدريبات بعد ما شفية من فيروس كورونا هاخد الخبر الأخير ده بلما يطلع فاصل وده من في الجول وحسابهم على تويتر وبيقولهم عن نهاية سؤال الانتقالات بالأمس لدور المصري نستعرض معكم أبرز الصفقات التي أبرامها فرق الدوري هذا الموسم اللي بداية ستكون بالأهلي حامل اللقب الأهلي عمل ثمان صفقات منهم ست لعبين عادهم من الأعارة هم خمسة اللي عادهم من الأعارة من ستة هم هنا حاطين أحمد رمضان بيكم إنه راجع من الأعارة أحمد رمضان بيكم كان متباع أصلا لوادي ديجلة والأهلي اشترى من ودي ديجلة مجددا فبالتالي صفقات الأهلي الجديدة بعد إغلاق سوء الانتقالات الصيفية بالأمس طهر محمد طهر بدر بنون وأحمد رمضان بيكم من الرجع من الأعارة أحمد ياسر ريان ناصر ماهر وأكرم توفيق ومحمد شريف وصلاح محسن بإذن الله تمنى لهم كلهم كل التوفيق مع النادي الأهلي في موسم جديد إن شاء الله يكون على غرار الموسم السابق ويكون مليء بالإنجازات للقلعة الحمراء هروح لفاصل سريع وبعدين نرجع نجل يلا أهلا بحضراتكم من جديد دلوقتي جمعنا مع فقرة مهمة جدا وهي فقرة تريند أونلاين ومن خلالها هنروح سريعا لجنوب أفريقيا عبر سكايب مع سيد تيبانج ملواني صحفي في جريدة كيك أوف الجنوب أفريقيا تيبانج برحب بيك موارنا ومشرفنا على شاشة قوات الأهلي أشكر لحضراتكم استضافتي على شاشة الأهلي في البداية عايز أكلم عن حجم المتابعة في جنوب أفريقيا للنادي الأهلي وتحديدا بعد تعاقد النادي الأهلي مع مستر بيتسو موسيمانيا وصف لي حجم المتابعة للنادي عامل إزاي دلوقتي أن متابعة الأهلي الآن هي كبيرة في جنوب أفريقيا كانت من قبل كانت من قبل كبيرة ولكنها ازدادت شديدا منذ أن انضم موسيماني إلى صفوف الأهلي وأصبح العديد من الناس ينظرون إلى الأهلي بحب وشغف إلى الحصول على معلومات سواء خلال من الإنترنت أو اللايف ستريم وهو ما قمنا به أيضا في أثناء نهاية أفريقيا وشاهدنا المباراة أمام الزمالك والنهائي بكل الحب وكل الشغف لفوز الأهلي في جنوب أفريقيا لأن بيتسو موسيماني هو أفضل مدرب صوت جنوب أفريقي والأهلي هو فريق كبير بالنسبة لنا وقريب لقلوبنا وبالتالي حين خرج مثل هذا المدرب المحبوب لدينا وانضم إلى صفوف هذا النادي الكبير كان بالتالي الشغف كبير والرغبة في الحصول على المعلومات والدخول على السوشال ميديا والجرائد والرغبة عمتا في العلم أكثر عن الأهلي وعن إنجازاته ومنذ انضمام موسيماني أصبح الأهلي أقرب لنا وأقرب إلى كلوب من أصبح فريقنا تمام طيب كيف يقيم الإعلام في جنوب أفريقيا انطلاقة موسيماني مع الأهلي حتى الآن وخصوصا أنه قدر في وقت قصير جدا يحقق بطلتين مهمين جدا مع الفريق ما حدث على وسائل الإعلام هو اهتمام كبير ولكنها لم تكن يعني في الوقت ذاته مفاجأة لأننا نعلم من هو بوتسي موسيماني ونعلم كم هو جيد كمدرب حين كان يلعب حين كان يقود فريق السوند داونز وحقق له العديد من الألقاب على مدار السنوات وحين ترك السوند داونز يعني وطرك خلفه سوند داونز وبعدما حصل على كل هذه الألقاب والمسابقات خاصة تلك في 2016 كان بالتالي أثره الذي تركه على فريقه أثر كبير وهو كان دائما قادر على أن يحيط نفسه بالمساعدين وبالناس المطلوبة وبالتالي لم تكن مفاجأة لنا أن يكون حقق كل هذه البطولات في تاريخه وما حققوا في هذا الزمن القصير مع الفريق الكبير الفريق الأهلي كان أمر متوقع بالنسبة لإعلام في جنوب أفريقيا أن المسلماني يكون بالمستوى الجيد دا حتى الآن مع النادي الأهلي وهل كمان متوقعين المزيد والمزيد بإذن الله من الألقاب في مسيرة المدرب مع فريق النادي الأهلي نعم كنا نتوقع النجاح لكوتش بيتسو لأنه دائماً ما يضع أهدافه بطريقة منمقة وهو دائماً يرغب في الأحسن والأفضل ويود أن يكون دائماً فريقه هو الأفضل وأن يتنافس مع أفضل النوادي خاصة على الكارة الأفريقية وبالتالي ما كنا نتوقعه له أنه سوف يكون بذلك ونحن ما ذلنا متأكدين أننا لدينا العديد والعديد لنشاهده من النجاحات خاصة وأنه انضم إلى مثل القلعة الحمراء وهي نادرة كنادي وأن يقوم بتحقيق والعديد من الألقاب وهو كمدرب يود ولديه الإمكانية والحسن في كيفية اختيار اللاعبين وكيفية تدريبهم وكذلك فريقه المساعد كلهم يعملون بطريقة منمقة وقائمة على التحليلات الصائبة وبالتالي نحن نعمل للأهل أن يفوز باللقب المحلي ثانيا وثالثا لأننا نعلم أن لدى الأهل ما يجب حتى يحقق مثل هذه الألقاب وثانيا لديه الآن مدرب قوي ونحن نعلم أي نوعية من المدربين هو وكذلك ما هي التي يتبعها كمدرب أنا أشكرك شكرا جزيلا في إي بي جريدة كيكوا في الجنوب الأفريقية كان معنا عبر السكايب واتكلمنا معاه في بعض الأمور الهمة جدا اللي بتتعلق بموسماني وتقييم الإعلام الجنوب الأفريقي لمدرب النادي الأهلي هروح لفاصل سريع وبعدين نرجع نكمل يلا طيب سريعا خلينا ناخد تفاعل حضراتكم ورسال حضراتكم للعابي النادي الأهلي بعد تحقيق السلسية هذا الموسم من خلال صفحات القناة المختلفة على السوشيال ميديا عبدالله أبو بكر قال عبال السوبر الأفريقي والسوبر المصري رجالة وإن شاء الله تعملوا مباريات كبيرة في الكهاز العام اللي عندها بإذن الله يا رب ندى آلة الخماسية يا أهلي إن شاء الله وليد كريم آلة الخماسية رجالة كل الدعم والثقة الدعم والثقة أمور همبة جدا وهي ساعدت بشكل كبير جدا من قبل جمهور النادي الأهلي اللي لعبين على تحقيق السلسية هذا الموسم وإن شاء الله بإذن الله في انتظار الخماسية دي كانت حلقاتنا النهاردة من الترند استنونا في حلقات جديدة من نفس البرنامج إن شاء الله إلى اللقاء